ترسيخ النزعة الطائفية داخل مؤسسات الدولة وبضمنها الجيش يؤكد ان هناك من يدفع باتجاه استمرار المحاصصة ويسعى لتجسيرها ويكشف الى اي مستوى هابط وصلت العملية السياسية اهذا هو الاصلاح المنتظر؟ هكذا غرد السياسي العراقي الشهير اياد علاوي وفي نفس الوقت جاءت الاستجابة الرسمية من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع الاشارة الى مذاهب المتقدمين ضمن استمارات القبول بالكلية العسكرية كما وجه بعدم العمل بهذه الالية مطلقا في مؤسسات الدولة لأي سبب من الاسباب منطلقا في توجيهاته الجريئة هذه من المساواة في المواطنة بين جميع العراقيين هي ضربة اخرى قاتلة يوجهها الكاظمي الى نحر الطائفية نعم هكذا يكون الاصلاح وهكذا ينبغي ان تكون خطواته قوية ومباشرة وحاسمة فالجيش العراقي اكتسب مآثره وخط بطولاته وخاض الصولات والجولات الحاسمة من انتمائه للعراق اولا واخيرا وعلى الرغم من ان ارادات داخلية واقليمية ودولية ارادت الزج بالجيش العراقي الى متاهات الطائفية لايمانها بان الطائفية هي العلة التي ستشل الجيش وتضعفه وتخرجه عن مهامه الوطنية الجليلة الا ان الكاظمي كان لتلك المحاولات بالمرصاد وبدأ باستئصالها من جذورها قبل ان تتغلغل في جسد الجيش وتصيبه في مقتل فالجيش العراقي هو جيش العراق ارضا ودولة وشعبا بعيدا عن اية مسميات ضيقة اشتركوا في القناة